اشتركوا في القناة في الاجتماع استعرض وزير الداخلية التطورات والتحديات التي تواجه الأمة العربية بخاص خطر الإرهاب الذي يحاول تمسى الهوية العربية ونبه إلى خطورة نقل العناصر الهاربة من مناطق الصراع وضرورة مراقبة التنظيمات الإرهابية حتى لا يترك المجال لإعادة بنائها وهو ما يفرض علينا حال التأهب واستنفار قصوى وتوحيد الجهود في إطار عربي متكامل وتنسيق دولي شامل لضمان إحباط تلك التهديدات التي تسعى لإدخال دول المنطقة في دوائر متصلة من العنف والإرهاب إن الأمر يقتضي من أن تتضافر جهودنا جميعا وأن نتبادل التجارب والخبرات وأن نستلهم من التجارب الناجحة في مكافحة الإرهاب التي تتسم بالآفاق الرحبة الواسعة بالنظر إلى آفة الإرهاب بأبعادها الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأشهد وزير الداخلية بصمود الشعب المصري الذي أفشل المخططات الإرهابية بالتوازي معه انطلق نحو البناء والتنمية بخطوات واسعة لقد أصار السمود المصري حفيزة قوى الشر والدمار فآثرت إلا أن تجعل مصر في مرمى الاستهداف المباشر لمخططاتها العدائية التي تستخدم التنظيمات الإرهابية مطية لها فكان لزاما تنفيذ استراتيجية واسعة وناجزة للقضاء على الإرهاب وتداعياته لتأمين انطلاق الدولة نحو التنمية الشاملة على كافة المحاور وفي نهاية كلمته أكد وزير الداخلية على أهمية التنصيق بين الدول العربية لصياغة منظومة أمنية عربية متكاملة وشاملة تشكل صمام أمن دائم في مواجهة التحديات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر